موسيقى نشط إخبارية من التلفزيون الجزائري أهلا بكم بداية وعملا بتعليمات رئيسي الجمهورية سيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وعقب المشاورات ومع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 والسلطة الصحية قرر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 على مستوى قطاع التربية الوطنية وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس فقد تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها سبعة أياماً اعتباراً من يوم الأحد الثلاثين جنفي الجري إلى غاية يوم السبت الخامس من فيفري الداخل كما تذكر الحكومة بهذه المناسبة بضرورة تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وبهدف بلوغ المناعة الجماعية والحد من انتشار فيروس كورونا حملة تلقيح واسعة لفائدة الأسرة التربوية بولاية تبسة مع العمل الدؤوب على توفير كل الظروف لإنجاحها العين من بلدية الشريعة في هذا الرابورتاج لتهام زكريا رودته الشكوك حول جدوى التلقيح وبعد حملات التوعية المكثفة زالت مخاوف الأساد مالك نبيل أنا في اللول ما كنتش مقتنعة خلاص بالتلقيح لما شفت حملات التلقيح ولما شفت ياسر أسادة اللي كانوا معايا وحتى مدارع كانوا معانا لكن خطفتهم هذا الوباء هذا كورونا وصلت للقناعة أنه التلقيح هو الحل لجينا بعض التخوف للمرة اللولة عند منتسبي قطاع التربية ومع العمليات التحسيسية بدأت التخوف هذا يتلاشى ووعيا منهم بضروة التلقيح توفد ملتسب قطاع التربية ببلدية الشريعة من أجل أخذ جرعاتهم أين وفرت كل الظروف لإنجاح العملية؟ والناس بشي لقه نحن أقرب واحد للتلميذ نحن سكة تربية جئت اليوم بشنا ندير الفاكسة الثالثة جرعات الثالثة من أجل اللقايا ومن أجل حماية الجماعية بإذن الله نحن لا نجده إلا الحل الوحيد والمناسب للحد من هذا المرض وفرنا 25 واحدة تكشف ومتابعة عبر الولاية أحصينا في المراحل الثلاثة السابقة 56.96% من الملقحين هذا ما شجعنا للحملة الرابعة أننا نكثف حملات التحسيس التي كان فيها استجابة معتبرة لفتة جميلة تحتسب لمديرية التربية والتعليم لولاية تبسة بتكريمها للأدقم الطبية الصاهرة على نجاح عمليات التلقيح هذا وسجلت أمس الفاني ومائة وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث عشرة وفاة فيما ثماثل ألف ومائة واثنان وخمسون مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة في موضوع آخر وفي إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم أمس بقبل قاعدة الجوية بوفاريك بالنحية العسكرية الأولى شحن ونقل مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه مطار قرطاج بيتونس هداء روابح تسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم اليوم بالقاعدة الجوية بوفاريك بالنحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه مطار قرطاج بتونس مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة ما نحضر اليوم استلام مليون جرعة تلقيح ضد كوفيد من الجزائر هدية ليست كالهدايا وهبات ليست كالهبات فهو إثار من الأخ لأخيه من الشعب الجزائري إلى الشعب التونسي من أخ لأخيه من السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى السيد الرئيس قيس سعيد السيد الرئيس قيس سعيد الذي بلغني سعد سفير تشكراته وتبليغ سلامنا الحال إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون وإلى الشعب الجزائري حطت منذ قليل طائرة تتبع القوات الجوية الجزائرية محملة بكمية هامة من اللقاحات حوالي مليون جرع وهذه ما هيش المرة الأولى وصلنا بنوع اللقاحات هذه نذكروا في الأشهر الفاري طالما تونس مرت بحالة حارجة نجد ما نقوله تعال الجائحة هذه كيفاش الجزائر معنتها تقاسم معنا الأكسجين تقاسم معنا اللقاحات بعثونا معنتها العديد من الطائرات والمستلزمة الطبية تضامن يترجم عمق الروابط الأخوية الصادقة وعلاقات التآذر والإيثار القائمة بين البلدين هذا الدعم هو في الحقيقة سلسلة متواصلة من التضامن بين البلدين اليوم وإن شاء الله نواصل في هذه المسيرة المبنية على الأخوة المبنية على الصداقة المبنية على الصدق المبنية على الإرادة المشتركة دائما للتحول بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة تتحسن فيها دائما تطلب تلبية لتطلبات شعبين هذه العملية تؤكد مرة أخرى حرس الجزائر على تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين وتزيد في ترسيخ قيم التعاون والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين دوليا وفي شأن الصحراوي حمل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي دولة الاحتلال المغربي مسؤولية تطورات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة جراء سياساتها التوسعية العدوانية وطالب غالي في كلمة له خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته من خلال التسريع بتصوية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا شرق أوسطيا أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إثر اعتداء لقوة الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الضفة الغربية المحتلة هذا وأقدمت شرطة الاحتلال على اعتقال شابين فلسطينيين عند مدخل بلدة العسوية شمال الشرقية القدس وعمدت إلى إغلاق مدخل البلدة كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية دير جرير في رامالله في شأن الأوكراني طالبت الولايات المتحدة اليوم مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع علني الاثنين المقبل لمناقشة ما وصفته بالتهديد الروسي ضد أوكرانيا حيث شرعت موسكو في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية وفي روسيا البيضاء وتتهم واشنطن روسيا بالضروع في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا وتشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدولي ومثاق الأمم المتحدة من جهته أكد سيرجي لافروف تبني بلاده للخيار الدبلوماسي عقب الدعوة الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات وهو الخيار الروسي منذ عقود حسب رئيس الدبلوماسية الروسية وللتذكير لم تحقق المحادثات انفراجا للأزمة فيما تحاول أطراف النزاع إبقاء باب الحوار مفتوحا في جديد كورونا بالعالم أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية أدوى الأخضر لاستخدام عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمريض الوكالة شددت على أن هذا العلاج يعطي للبالغين ممن هم في خطر أو في خطر الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض هذا فيما رفعت بريطانيا تقريبا جميع القيود الهادفة لمكافحة توشي الوباء على أمل أن يعتاد سكان البلاد على التعايش مع الوباء وكأنه أنفل ونز ونختم بأحوال التقس التي تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام وعلى وقع منخفض جوي قادم من اليونان وتركيا باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط التقرير لنوال هدنة تعيش المنطقة العربية هذه الأيام على وقع منخفض جوي قادم من اليونان وتركيا باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويتزامن مع دخول الموجة قطبية تضرب بعض المناطق مثل السعودية، لبنان، فلسطين، الأردن ومصر إضطرابات كبيرة وتسقط كثيف للثلوج في العاصمة اليونانية أثناء تسبب في قطع الطرق العامة في المدينة حيث قررت السلطات تعليق خدمات النقل فيما شهدت مدينة إسطنبول التركية خلال الأيام الماضية تساقط كثيفا للثلوج تسبب في تعطل وسائل النقل أما موجة الثلجة النادرة التي اشتحت منطقة الشرق الأوسط فمن غير المحتاد تغطي الثلوج القدس المحتلة ومعظم المدن الفلسطينية بعد الشداد حدة المنخفض الجوي القطبي منذ ليلة أمس نفس الأجواء تعيشها كل من الأردن، لبنان، العراق، مصر والسعودية أما المخيمات المؤقتة في شمال غرب سوريا شهدت تساقط كثيف للثلوج ما أدى إلى انهيار العديد من الخيام الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة حيث أكدت أن الطقس البارد والثلوج الكثيفة تؤثر بشكل رهيب على أكثر من منون شخص يعيشون في مخيمات النزح في سوريا ختم النشرة ألقاكم في نشرة الواحدة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر